السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا حل وحدة الثالثة. عندنا اولا انظر الى الصور. اكمل الجمل. ممكن كذا اسئلة زي كذا مهمة. ممكن تجيكم كذا في الاختبار او في اسئلة المراجعة. هنا المطلوب انك تربط الفعل مع الصورة. لازم تكونوا نحافظين الافعال. قلنا كلمات يعني معناها التعداد. تدل على المضارع البسيط. المضارع البسيط الفعل اذا هو اسم رجل او اسم بنت. الفعل بعدها نضيف لها اس. انه يستيقظ الساعة السادسة. هو دائما. ايش الصورة? ايت. اللاحظ الات الفعل اضفنا عليها اس. او ممكن تقولون هاز. هاز. يعني لديه الان بريك فاست. يعني يفطر. ان ذا كيشن. في الكيشن. هو متعود. ودائما انه ياكل في المطبخ. الشاوز. يوجولي درايف هوم. اول شي هذا الشاوز والشو. مجموعة. يعني عائلة الشاوز. اللي هم هذولا. شوفوهم. السيارة مجموعة. مش مفرد زي الصورة الاولى والثانية شخص. لا. فالفعل بعدها ما نضيف لها اس. عرفتوا? الفعل اس نزيد اس اذا الجملة فيها مفرد. اسم بنت او اسم ولد. بس اذا هو جماعة زي ذي. وي. يو. اي. انا اللي اتكلم. الفعل بعدها بدون اس. يوجولي درايف هوم. انه يذهب للمنزل. فروم وورك ات سكول. الصورة الرابعة. مستر شوز تشيلدرن يعني عائلة اطفال. شوز. يوجولي دو ذير هومورك. انهم دائما يقومون بواجباتهم. ان ذا الليفينجروم. في غرفة الليفينجروم. او ممكن تقولون استادي. طيب ليش ما كهضفنا هنا اس للدو وللستدي. لانهم مجموعة. اطفال مش مفرد. صورة الخامسة. عائلة الشو. ايت. ايت دينار. انهم يأكلون واجبة العشاء. او هاف دينار. او يتعشون ات هوم. يتعشون في البيت. بات. تنايت. ولكن هاذ الليلة. they are eating دينار. ان ذا رسترنت. طيب شوفوا نلاحظ انهم عائلة. فايش الفعل بدون اس. ايت. لو انه مفرد كان بنقول ايت. او نكتب هاز. دينار. الصورة السادسة. مستر شو. الحين مفرد. يوجولي. goes to bed. يذهب للنوم او يذهب للسرير. يعني باكرا. لاحظ شوفوا هنا الاس بالفعل. لانه مفرد. الصفحة الثانية. look at the clocks. يعني انظر الى الساعات الموجودة في هنا. complete the conversation. اكمل المحادثة. عندنا سؤال وجواب. عندنا المثال الاول. what time is it? هذا لما تسئلون عن الساعة. كم الساعة? الجواب it is five clocks. شوفوا هنا. اقرب الدقائق فوق على twelve. فيكون معناها انها ساعة خامسة بالضبط. هنا لازم شرط انكم تعرفين اساسا تقولون الساعة بالعربي. it's five clock. هي الخامس تماما. clock. متى نقولها اذا هي اقرب الدقائق او الطويل هذا على اثنى عشر نقول. الرقم بعدين clock. five clock. in the morning. كيف عرفتنا in the morning. لان هنا مكتوب it is five a.m. a.m. يرمز الى الصباح. نقول in the morning. الصورة الاولى عندنا هنا. what time is it? كم الساعة? it is six twenty five. يعني الساعة السادسة وخمسة وعشرون. twenty five. in the evening. يعني بالليل مساء. in the evening. يعني مساء. فنقول ايش? it is. تكتبونا كده بطريقة الجوال. يعني ستة. ستة وخمسة وعشرين دقيقة. six twenty five bm. bm. وانت جبتها? من the evening. قلنا اي ام. للصباح. bm. مساء. هذي حفظ. two. what time is it? كم الساعة? لاحظ هنا عقرب الدقائق والساعات كلها على اثناش. فتكون الساعة اثناش حكم. it is twelve o'clock. الساعة ثاني عشر o'clock. it is noon. noon يعني الظهر. what time is it? شوف الساعة هنا. بحطينا صورة قمر. يعني الساعة تاسعة بالليل. بنقول clock. nine o'clock. لان عقرب الدقائق على اثناش. it is nine. يعني ساعة تسع. clock. يعني بالضبط حكم. at night. at night. لانا بالليل. it is nine. طريقة كتابتها. nine تسعة. صفر صفر. يعني حكم. بدن bm. يعني مساء. see. fill in the correct word. اكمل الجواب الصحيح. use at. نستعمل at. و in. and on. مراجعة سريعة. هذا الشرحته لكم في الدرس. at. قبل الوقت. تذكروا. تذكرون. at. تدل على الوقت. شكله كده زي عقار بالساعة. at. on. يعني يوم كبير طويل. on. oh. on. in. فترة نكون داخل في اليوم. اليوم طويل. on. in. داخل فيها. نشوف. my brother. اخي. always الاسبوع. سواء كاتبين. يعني ايام الاسبوع. او اسم من اسماء ايام الاسبوع. sunday. monday. tuesday. when is day. قبلها يجي. on. on. لليوم. after breakfast. بعد الفطور. he gets ready for work. هو. استعد وتجهز. ready for work. للعمل. he goes. ذهب. to work. للعمل. at nine. شوف. ساعة. نكتب. at. at night. a.m. صباحا. he drinks. شرب. a lot of coffee. الكثير من الكافي. in the morning. شوف. morning. فترة. فنكتب. in. at work. في العمل. he does a lot of work. قام بكثير من العمل. before. قبل. lunch. الغداء. he eats. اكل. lunch. العشاء. at one thirty. شوف هنا. at. at. للوقت. after lunch. بعد الغداء. he sometimes. احيانا. takes. يأخذ. a walk. يمشي. and goes back. يذهب. راجع. to work. للعمل. until five pm. حتى الساعة الخامسة مساء. he sometimes. احيانا. drinks. يشرب. tea. يشرب الشاهي. in the afternoon. في الظهر. شوفوا. الظهر. فترة. فنحط لها. in. قبلها. after work. بعد العمل. he goes home. يذهب للعمل. المنزل. then. وبعدين. he has dinner. عنده العشاء. he usually. عادة. يشاهد التلفاز. he always دائما. goes. يذهب shopping. للتسوي. on. نشوف اللي بعدها. thursday. يوم من ايام الاسبوع. evening. مساء. يعني الخميس. مساء الخميس. d. how often do you do these things? كم غا عادة او غالبا تفعل هذه الاشياء. use always. يعني دائما مئة تسوي هذه الاشياء. or usually. يعني عادة. sometimes. احيانا. and never. ابدا. طيب هو المطلوبة. الحين عندنا بيعطينا بعض الافعال. وحنا نكتب. هل هي always? هل هي كم عدد تكرارها معك? دائما ولا عادة ولا احيانا ولا ابدا. تتكلم انت نضع للضمير. بعدين. هذه اللي هي frequency سمونها نكتبها. بعدين الفعل. طبعا الفعل ما نضيف لها s. لانه click and i. لو انه she ولا هي ولا it. الفعل بعدها ياخذ s. يعني الافعال ما راح نضيف لها. عندنا هنا get up before 6 am. i never. حطي لكم مثال. i never. انا ابدا get up before. انا ابدا لا اصحى قبل الساعة السادسة صباحا. شفتوا كيف الترتيب. نضع الضمير له i. بعدين frequency. اللي هي هذه الكلمات تدل على التكرار. بعدين الفعل نزل الجملة زي ما هي. do. homework. اقوم بواجباتي. with friends. مع اصدقائي. انا بكتب i. never. ابدا. اقوم بواجباتي. نزل الجملة زي ما هي. do. homework with my friends. with friends. مع اصدقائي. اوكي. ممكن انت تكتب i always. انا always. دائما brush my teeth after breakfast. دائما نفرش اصناني بعد الفطور. نلاحظ i. ضمير. اللي هو انت تتكلمي عن نفسك. بعدين frequency. اللي هو هذه الكلمة تدل على التكرار. بعدين نزل الجملة زي ما هي. brush my teeth after breakfast. three. write emails. تكتب. very dictionary to my family. لعائلتي. members. افراد عائلتي. نكتب نفسها. i sometimes. احيانا. write. اكتب. وننزل الجملة زي ما هي. study address for test at night. ادرس للاختبار بالليل. i always. دائما study. ونكمل الجملة زي ما هي. study for test at night. five. visit friends on saturday. اصدور اصحابي في السبت. i usually. عادة visit. ونكملها. friends on saturday. نفسها. احيانا المطلوب انك تعرف تكون لك جملة مع الضمير. بعد. بعدها كلمة التكرار. اللي always ولا never ولا sometimes. بعدين الفعل. طيب هذي لو اي. تخيل الجملة تقول she. she always studies. اوكي. مثلا علي. علي sometimes writes. نضيف لها s. لقاعدة ال symbol present. اي. جمال has a three part time job. جمال عنده ثلاث اقسام الوقت للعمل. he also. وهو كذلك plays tennis. يلعب التنس. read جمال's weekdays schedule. رحي بنقرأ جدول جمال اليومي. use these adverbs. نستعمل adverbs of frequency. اللي هو always. كلمات الحالة للتكرار. always. usually. sometimes. never. use these time expressions. والتعبير عن الوقت. اللي before. قبل. after. بعد. then. التالي او بعدين. everyday. يعني كل يوم. at. للوقت. in. للفترات. on. لليوم. حفظ. عندنا هنا جدولة. حنا من خلال هذي. بنعرف ايش المطلوب. اوكي. الجملة الاولى. he. كتبنا. always. دائما. drives the taxi. اللاحظة في الجدول هنا. drive taxi. فهو always. يعني مئة بالمئة. دائما. يسوق التكسي. before. قبل كذا. he sells. sales. يبيع sell phones. يعني الجوال at the store. كانت وظيفة انه يبيع الجوالات. مكتوب هنا. انه يبيع الجوالات. يلعب بالتنس. شوفوا كم مرة يلعب بالتنس. ثلاث مرات. he drives the taxi everyday. كل يوم يسوق التكسي. شوفوا هنا. ما يمر يوم إلا هو يسوق التكسي. يعني then he works at the internet. كفي. انه يسوق السيارة. هاي. في يوم تيوزدي. تيوزدي اللي هو يوم الثلاثة. وثم او بعدين. he works يعمل في الانترنت. كفي اكتن كلوك. he never هو ابدا سيلز. سيلفونز اون تيوزدي. في يوم التيوزدي ابدا ما يبيع السيلفون. الجوالات. شوفوا يوم التيوزدي ما فيه. انه يبيع جوالات. جمال never ابدا بلايز تنس at night. ما يلعب التنس. بالليل. لاحظ هنا بالليل. جدولة بالليل. ما يلعب تنس. reading القراءة. read the article about فارس. نقرأ هذ القطعة عن فارس. فارس. day. يوم فارس. it is five a.m. الساعة الخامسة صباحا. is faris at home sleeping. هل هو نايم. no. لا. he is at the market. هو في الماركت. في السوق. he is buying. يشتري فود. يشتري طعام. for his restaurant. لي مطعمة. فارس goes to the market. فارس يذهب للسوق. six days a week. ستة ايام في الاسبوع. then ثم at six thirty. ساعة سادسة والنصف ايام صباحا. he goes to the gym. يذهب للجم. and exercise. يتمرن. at seven thirty. ساعة سابعة والنصف ايام صباحا. he goes home. يذهب للبيت. and goes back to sleep. ويذهب مرة اخرى للنوم. فارس goes back. فارس يذهب. فارس go back. يرجع مرة اخرى. يرجع للرسترنت. يرجع للرسترنت. at one p.m. يعني الساعة واحدة مساء. يعني وحدة ظهر. he cooks. يطبخ. the food. الطعام. for the day. لليوم. he writes out. هو يكتب out. the menu. يكتب المنو. قائمة الطعام. for the next day. اللي هي اليوم الثاني الاخر. the restaurant is open from five p.m. المطعم مفتوح من ساعة خمسة. p.m. to 11 p.m. ساعة 11. after 11 p.m. after مساء. and faris cleans the restaurant. ينظف. the restaurant and the kitchen. and the kitchen. and the kitchen. والمطبخ. he goes يذهب home at midnight. في منتصف الليل. then the next morning. he gets up at five. ومرة ثانية. ثاني صباح. يقوم يقوم الساعة خمسة صباحا. again. مرة اخرى. but on sunday. ولكن في يوم الاحد. he never gets up. ولكن يوم الاحد ابدا ما يستيقظ بدري. ما يستيقظ before. قبل الساعة ثمانة ام. that restaurant. المطعم. isn't open in sunday. ما ما يكون مفتوح. sunday. في يوم الاحد. does faris cook in sunday. هل هو يطبخ في sunday. no. ما يطبخ يوم الاحد. he doesn't. لا. he always goes. هو دائما. out to eat in restaurant. يطلع وياكل. بالrestaurant. of course. answer yes or no. نعم او لا. one. faris goes to the market. هل فارس يذهب للماركت. at six. لا. no. هو يروح ساعة خمس. مكتب عندكم في اول السطر. ثانيا. faris sleeps in the morning after the gym. هل هو ينام بعد الجم. yes. faris goes to the his restaurant. ساعة ثنتين. لا. هو يروح الساعة واحدة. الظهر. four. faris goes home at midnight. هل هو يرجع في المدنايت. يعني منتصف الليل. yes. five. faris always eat in his restaurant. هل هو يأكل في مطعمة. on sunday. في يوم اجازة. يوم الاحد. يأكل في مطعمة. no. write about your days. اكتب عن يومك. use time expressions. استعمل الوقت الاكسبريشنز اللي هي انو انوات. and at verb of frequency. verb frequency عرفتوها اللي هي always ونظر. usually اللي هو never يعني ابدا وكعادة ولا بعض الاحيان. اولا شوفوا هنا عندنا هذا الاجابات اللي بتجاوبونها. هي اللي بنجمعها ويكوننا بارغراف. يعني مقطع. what do you do before school. ماذا تفعل before school. what do you usually do after school. بعد الاسكول. شا تسوي. when do you do your homework. متى تقم بواجباتك. what days ما هي الايام. do you see تشاهد your friends. اصدقائك. when do you watch tv. متى تشاهد التلفزيون. اوكي بنجاوب ها الحين بتجمع لنا قطعة. my days. هاد مكتوب عندكم في الكتاب. my days. before. قبل. i go to school. اذهب للمدرسة. i get up at six. الساعة السادسة ام. تكتب هنا وقت استيقاظك. then ثم. i take shower. استحم. and brush my teeth. وفرش اسناني. i always eat breakfast at home. اني افطر. اكل وجبة الفطور. في المنزل. at six thirty a.m. صباحا. then. ثم. i go to school. ساعة ست ونس كده تروح للمدرسة. after school. بعد المدرسة. i usually add the ten watch tv. وشاهد التلفزيون. could we'll play with my friends. and ثم. do. اقوم. my homework. واجباتي. homework. واجبات المنزلية. اختصارها. in the evening. في المساء. when i go to bed. اذهب للنوم. i see my friend everyday. ارى. اصحابي. اصدقائي. everyday. كل يوم. 9. اجوبة الاسئلة اللي موجودة.